بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم أهلا وسهلا فيكم طلابنا من جديد رح نكمل أنا وانتم مع بعض بالدرس الأول من الوحدة الثانية اللي هو درس قاعدة السلسلة طبعا كثير طلاب حكوا ليستادة درس مبين عليه صعب ومش فاهمين عليك شي طيب يا جماعة بدي نراجع على السريع شو أخذنا المرة الماضية حكينا عن قاعدة السلسلة اللي هي بتيجي على شكل قوس يعني على سبيل المثال على سبيل المثال كان في عندك قوس زي هيك تمام جواته 2x تربيع زائد واحد أس مثلا أربعة اجيت أنا حكيت لك يشتق هذا القوس تمام حلو بنجي بنكتب رمز المشتقة اللي هو فتح للأكس ويساوي بننزل الأس أول شي تمام يلا هي نزلنا هسا القوس بننسخه ما بنشتقه يعني بنسخه هون زي ما هو 2x تربيع زائد واحد تمام هسا بدأ نقص من الأس واحد بيصير ثلاث تمام بس ما خلصنا لازم أضرب في مشتقة اللي موجود ما داخل القوس يعني بشتق هاي 2 ضرب 2 هاي 4x والواحد عدد ثابت مشتقة صفر هيك أنا بكون اشتقيت القوس الموجود أمامي تمام بس آخر خطوة ترتيب بضرب أو بضرب الأعداد اللي فالت لحالهم يعني هاي الأربع لحالها هاي الأربع اكس لحالها بضربهم مع بعض بيصيروا 16x وبرجع بكتب نفس القوس أس ثلاث وصلت كيف هاي هي قاعدة القوس بس نزل أس اكتب القوس نفسه اشتقه جنبي مش عارف ليش بتحكي لي صعبة طيب تعالوا هسا نشوفي جماعة القاعدة الثانية اللي هي قاعدة الجذر التربيعي احنا في عنا جذر تربيعي زي ما بتعرفوا اللي هو جذر الاكس تمام هسا هذا الجذر فيه له قاعدة عشان أنا أقدر أشتقه شو القاعدة هاي بتحكي لك طبعا بس للجذر التربيعي يعني لو كان هنا ثلاث خمس سبعة ثمان ما في لإلها بس بتكون جذر تربيعي يعني فاضية ما عليها شي طروا كيف باشتقها كتبوا تحت اثنين ضرب نفس الجذر يعني الجذر نفسه كتبوا في المقام وضربوا بثنين طب شو فيه بالبسط اشتقوا ما داخل الجذر في البسط يعني لو جيت بدي أطبقها مثلا على جذر الاكس تمام هكينا تعالوا نشتقه بمد خط القسمة بكتب تحت اثنين ضرب جذر الاكس وباشتق لجول الجذر فوق يعني الاكس شو مشتقتها واحد بكتبها فوق تمام؟ اذا القاعدة هي مشتقت ما داخل الجذر على اثنين ضرب نفس الجذر يريت نكون حافظينها مشتقت ما داخل الجذر على اثنين ضرب نفس الجذر جود؟ جود تعالوا نشوف اسهلتها عندي هنا جذر تربيعي لواحد زائد اكس تكعيب ننعوض مكان الاكس باثنين هذا هو اف الاكس يلا بدي اشتق اف فتح على الاكس تساوي هذا جذر تربيعي للستاذ حكفي له قاعدة شو هي هاي القاعدة بمد خط القسمة نكتب تحت اثنين ضرب نفس الجذر كوبي بيست واحد زائد اكس تكعيب وباشتق لجوة الجذر فوقيها الواحد مشتقته صفر الاكس تكعيب شو راح تصير يا جماعة الخير ثلاثة اكس تربيع تمام؟ هانا اشتقناها اخر اشي شو طالب منك؟ تعوض اثنين طيب بسيطة اف فتح على اثنين تساوي مكان كل اكس حط اثنين هاي اثنين تربيع على اثنين في جذر واحد زائد لاثنين تكعيب ممتاز يلا اثنين تربيع اربعة اربعة في ثلاث هاي اثناش على هون فيه اثنين فيه جذر ثمانية تكعيب ثمانية زائد واحد اللي هي تسعة تمام؟ هسه طلعوا كيف؟ هاي منحط اثناش على جذر التسعة كمية جماعة الخير اللي هو ثلاث صح؟ وفي معها ثمين يعني بيصيروا ثلاثة ضرب الثنين اللي هي كم؟ ستة اثناش تقسيم ستة شو الجواب؟ ثنين يعني انا بس طبقت القاعدة بعوضة مكان كل اكس اثنين جود؟ جود يلا البعدي عندي هاي هون جذر تكعيبي وبس نخلص بده يعني اعود سالب اثنين طب سؤال هل الجذر اللي امامي تكعيبي ولا تربيعي؟ ايوه هون مش تربيعي فيه علي ثلاث يعني تكعيبي التكعيبي ما باعامله معاملة الجذر التربيعي تمام؟ يعني هذيك القاعدة بس نعملها جماعة الخير للجذر التربيعي بس اما اذا فيه جذر تكعيبي لا ما باعمل له زي هيك حلو طب لعدي السلس شو بدي اعمل فيه؟ بدي احول جماعة لقوس طلعوا كيف؟ يعني باجي بابتوب واي تسعي بدون ما اشتقها بس دحولها لقوس حلو طبعا بس احول قوس الجماعة فيه عندنا قاعدة زي ما بنعرف اللي هي الداخل علي ايش؟ ممتاز الداخل على الخارج الداخل اثنين لخارج ثلاث فبحط قوس اثنين على ثلاث وهونا بنكتبه زي ما هو اكس تربيع ناقص واحد تمام؟ تمام هاي هي صارت الواي هسنا بدي اشتق قاعدة قوس وصلت طيب يلا هاي عندي الواي اللي هي رمزها يا وي فتحة يا دي وي على دي اكس وتساوي دك نزل اول اش القوس اللي هو اثنين على ثلاث نفتح قوس نكتب نفس لجوه القوس اكس تربيع ناقص واحد هسا بدك تطرح من القوس واحد طلعوا كيف بدي اطرح من القوس واحد عندي يا جماعة الخير اثنين على ثلاث بدي اناقص منها واحد السرع طريقة انك تطرح البسط مباشرة من المقام يعني بتحكي للبسط الثنين ناقص المقام اللي هو ثلاث شو رح يعطيك الجواب سالب واحد والمقام الاصلي بنزل نفس ما هو تمام اطرح البسط من المقام بطلع سالب واحد وعلى المقام الاصلي نفسه اذا هاي سالب واحد على ثلاث الآن ضل اضرب بمشتقة اللي جوه القوس يعني عندي اكس تربيع شو مشتقتها جماعة الخير اثنين اكس هين هيك انا شو عملت نزلت القوس كتبت القوس نفسه نقصت من القوس واحد وضربت في مشتقة القوس هيك انا طبقت قاعدة القوس تمام طيب الآن بس للتبسيط نضرب الأشياء اللي لحالها عندي اثنين على ثلاث وعندي اثنين اكس بضربهم اثنين في اثنين هاي اربعة المقام الاصلي ثلاث وفي معاهم اكس الآن يا جماعة الخير الاس اللي موجودة عندي سالب ممنوع يظل الاس عدد سالب لازم يصير عدد موجب طب لو انت كان عندك زي هيك اكس اس سالب اثنين تمام وتحت عندك مثلا اربعة هون عندك القوس سالب بتك تخليه موجب لازم تنزل القوس من فوق لتحت تمام فاطلع شو رح تصير تحت في اربعة صح تمام نزلت الاكس هس بدل ما هي سالب اثنين شو رح تصير موجب اثنين صح طب فوق ما ضل اشي شو بعتبره واحد حلو مرة ثانية يا جماعة حاس في ناس صافن فيا كياني بخترع في ذرة طلع كيف يا جماعة عندك مثلا اكس اس سالب تسعة وتحت في الشيشي تمام شو بديك تعتبر المقام المقام بتعتبره واحد اذا ما كان موجود الان الاس عدد سالب طب انا بدي عدد موجب اذا بنزل الاكس كلياتها لتحت فهاي خط القسمة نزلت الاكس لتحت طبعا اكس ضرب واحد بتظلها اكس الان هاي سالب تسعة بس نزلت لتحت صارت موجب تسعة طب فوق يا استاذ ما ضل اشي لما نزلناها فبنحط مكانها واحد وصلت تمام هذا الحكي انا بدي اعمل هون عندي الاس عدد سالب فمعناته هذا القوس كاملا رح ينزل لتحت طب مين فيه تحت فيه اصلا تحت موجود ثلاث هايها فطولها شوي حلو نزل القوس لتحت رح يصير هاي اكس تربيع ناقص واحد اص بدل ما هي سالبة رح تصير موجب واحد على ثلاث وفوق طبعا نظل بس مين اللي هي الاربعة اكس حلو الان بدك تبسطها اكثر يعني اخر اشي بس رجع ليها من اص لجذر مش اص سالعطاك ايها جذر طيب رجع ليها لجذر فبعجب اكتب له الجواب اربعة اكس على ثلاث تحت الجذر الداخل واحد والخارج ثلاث الجذر التكعيبي لل اكس تربيع ناقص واحد انتهى الحل تمام يا جماعة هيك بكن طبقت قاعدة القوس بس لانه جذر التكعيبي ما استعملت له قاعدة جذر التربيعي تمام هون عندي قوس مباشرة بس اخلص بدي انا اعوض واحد هنا ما اعوض نصح بدي انا نعوض السالب اثنين فمعنى انته رح نيجي نكتب اربعة ما كان كل اكس بنحط سالب اثنين على هاي هون ثلاث عندي سالب اثنين تربيحة اللي هي سالب اثنين تربيحة اربعة اربعة ناقص واحد واللي هي تلات اذا الجواب الجذر التكعيبي للتلات فبتصير سالب ثمانية على تلات في الجذر التكعيبي لكم لالتلات اكس تربيع ناقص واحد اللي هي اربعة ناقص واحد اللي هي تلات تلات مظبوط صح تمام الان نشوف هذا السؤال لدينا قاعدة القوس بس نخلص بنعوض الواحد يلا على قاعدة القوس بنعرفها هاي افتحة لالكس تساوي بك نزل القوس تمام هاي خمسة اكتب لنفس القوس اكس اص اربعة زائد واحد اطرح من القوس واحد شو رح يضل اربعة لا تنسى يا سيدي العزيز انك تضرب في مشتقة القوس عندك القوس جواته اكس اص اربعة زائد واحد الاكس اص اربعة مشتقتها اربعة اكس تكعيب الواحد بروح هيني اشتقناها في عنا خطوة التبسيط بضرب الاعداد اللي فالتين عندي خمسة وعندي اربعة بنضربهم بصيروا عشرين اكس تكعيب وهنا في اكس اص اربعة زائد واحد اص اربعة يعني ثلاثمية وعشرين الجواب تمام ممتاز يلا نشوف رقم تسعة قدام يا جماعة جدر تربيعي يلا معناته هسا اكيدة على قاعدة الجدر التربيع اللي تعلمناها تحت ثنين ضرب نفس الجدر وبنشتق لجوة الجدر فوقيها صح صح يلا تعالي نعملها فرح نيجي نكتب هسا اف فتحة للاكس ويساوي منحوط تحت اثنين ضرب نفس الجدر واللي هو اكس تربيع زائد ثلاثة اكس زائد لثنين يعني بدأ اشتقها فوق الاكس تربيع شو مشتقتها اثنين اكس زائد ثلاثة اكس شو مشتقتها ثلاثة الوثنين شو مشتقته صفر فما بكتبه هيني طبقت قاعدة الجدر التربيعي تحت اثنين في الجدر واشتقت الجوة الجدر فوقيها ضايل بس يا جماعة الخير نعوض 2 طيب بسيطة يا أستاذ بسيطة يا الأستاذ يلا مكان كل اكسي 2 فبنحت هاي 2 في 2 زائد 3 على 2 في تحت الجذر 2 تربيع زائد 3 في 2 زائد 2 رح يطلع 2 في 2 4 زائد 3 7 على 2 في جذر 12 أتوقع صح 2 تربيع 4 مصبوط أحسنت يا أستاذ يلا يا جماعة هذا الجواب نشوف السؤال يلي بعدي خلينا نمسح هذولا عشان ايش نحل يلا عندنا هنا جذر بس ننتبه هذا الجذر مش تربيعي ما بنفع طبق قاعدة الجذر لأن هنا فيه أربعة حلو معناته بدي أفكها أول شي هاي لما أجي بدي أفكها جماعة الخير رح تضلها واي مش مشتقة نفس مية واي داخل على الخارج داخل خمسة والخارج أربعة حلو نكتب لجوه القوس زي ما هو 2x تربيع ناقص السبعة إلا أنك تيجي تشتق هي واي فتحها يا دي واي دي اكس بتنزل القوس اللي هو خمسة على أربعة نفس القوس 2x تربيع ناقص سبعة لتطرح من القوس واحد طب إنت عندك يا سيد العزيز خمسة على أربعة كيف تفقدنا نطرح منهم واحد؟ نطرح البسط من المقام يعني خمسة ناقص أربعة واحد وبخلي المقام زي ما هو بتصير واحد على أربعة فهي بنحط الأس واحد على أربعة يلا الظرف ده تشتق لجوه جنبيها 2x2 هاي أربعة إكس والسالب سبعة مشتقته صفر حلو الآن بيجي طالب من تبه بيحكي له السابب فيه أربعة في البسط وفيه أربعة في المقام بقدر أني أشطبهم وعندي هنا خمسة وعندي هنا إكس بضربهم شو بصيروا خمسة إكس وهي القوس نفس ما هو وبقدر على فكرة أكتبه كجذر صح؟ كيف يعني يا أستاذ؟ فهمنا يعني مثلا الجذر الرابع لأكس هو نفسه إكس الداخل واحد والخارج أربعة ولما أشوفه واحدة الأربعة بقدر أكتب جذر إكس بحط الداخل واحد والخارج أربعة نفس الفكرة بدي أحط هنا جذر تمام من نكتب لجوه القوس اللي هو 2x2 ناقص سبعة هس الداخل واحد عادي لو ما حطتها الخارج أربعة صارت الجذر الرابع حلو؟ حلو يا أستاذ يلا دك تعوض أستاذ الأربعة فرح نيجي نحكي ويفتح الأربعة وتساوي خمسة ضرب أربعة خمسة في أربعة ضرب الجذر الرابع لأربعة تربيع أربعة تربيع اللي هي عبارة عن 16 مزبوط 16 في 2 هاي 32 32 ناقص سبعة اللي هي سيد العزيز كام خمسة وعشرين فالناتج الأخير رح يكون خمسة في أربعة هاي عبارة عن عشرين في الجذر الرابع للخمسة وعشرين عادي خليها زي هيك تمام يلا نشوف اللي بعديها فالأكس يساوي خمسة في هذا المقدار حلو بدي أجي أشتقها يلا فتح للأكس تساوي نضرب ثلاثة في خمسة هاي 15 نفس القوس لك تطرح من الأس واحد بيظل ثنين ولا تنسى تضرب في مشتقتها عندك واحد مشتقت صفر هون في ناقص بتنزل أكس تربيع شو مشتقتها ثنين أكس اللي بكتبها موجة بثنين أكس حلو غلط لازم تكون سائلة بثنين أكس حلو وانا عندك زائد أربعة أكس يعني المفروض تكتبها زائد أربعة وانتهى الحل الآن الوزارة بتحب تبسط نضرب الأعداد اللي فالتين عندي 15 وعندي سالب 2 طب أستاذ لش ما أخذت الأربعة لأنه يا جماعة إجت بناتهم زائد لما أشوف الزائد بوقف لعندها مش باخذ كل الأعداد لنهاية المسألة لا لعند إشارة الزائد أو الناقص بوقف هيني وقفت لهنا عندي سالب 2 أكس وموجة بخمسةاش ستطلع معك سالب 30 أكس وهنا نفس القوس أكس تربيع لكل تربية زائد أربعة ممتاز يلا نشوف اللي بعديها يا جماعة هاي قاعدة قوس حلو وهاي قاعدة الجذر التربيعي صح؟ يلا تعالوا نطبقهم هاي F فتحة للأكس تساوي رح ننزل الأس اللي هو ثلاث ونكتب نفس القوس 2 أكس زائد واحد ونطرح من الأس واحد بيظل 2 هزا بتضرب في مشتقته عندي 2 أكس مشتقتها 2 والواحد مشتقته 0 ما بكتبه يلا ناقص هون جذر تربيعي شو قاعدة جذر التربيعي يا جماعة بنحكي 2 في نفس الجذر copy paste 3 أكس تربيع ناقص 2 أكس وبنشتقل لجو وفوق يعني 2 في 3 هاي 6 أكس أس واحد ناقص لاثنين هاي هيك بكون شتقيت القوس وعلى قاعدة الجذر التربيعي يلا هون نفس الفكرة هاي على القوس وهاي عادية يعني هاي F فتحة للأكس تساوي تنزل أس هاي 4 في 1 زائد أكس تكعيب أس اطرح من الأربعة واحد هاي 3 ضرب مشتقته لجوه واللي هو الأكس تكعيب بس مشتقتها 3 أكس تربيع زاد الأكس أس ثمانية بتنزل الثمانية أكس وطرح من الأوس واحد بصير 7 وانا الاثنين هي صفر انسى حلو يلا نشوف يلا بعديها عندي F الأكس تساوي الجذر التكعيبي لهذا المقدار هون يجي معها قوس وهاي قوس ليش لانه هاي بقدر أكتبها الداخل 1 والخارج 3 صارت 1 على 3 صح ما بقدر أكتبها على قاعدة الجذر لانه مش تربيعي يلا نشتقها الفتحة للإكس نزل الأوس 1 على 3 في نفس القوس 2 إكس ناقص 1 تطرح من الأوس 1 يعني 1 ناقص 3 اللي هو البسط ناقص المقام شو بيعطينا سالب 2 شو المقام الأصلي واللي هو 3 رح تصير سالب 2 على 3 ضرب مشتقطة الجوة واللي هو 2 حلو هاي خلصنا من الأولى ناقص دور الثانية نزل الثلاث نفس القوس إكس ناقص 3 وطرح من القوس 1 اللي هو 2 ضرب مشتقطة اللي هي 1 فما رح تأثر عليه يعني إذا حاب ترتب أكثر عندك هنا 1ة 3ة وهنا 2 طرح لعندي الناقص بوقف ما بأخذ هناك بس لعندي الناقص يعني بضرب 2 في 1 على 3 شو بيصيرو 2 على 3 حلو بس انتبهت إن القس سالب فلازم أنزل القوس كاملا لتحت يعني 2x ناقص 1 بس بدل ما هي سالب 2 على 3 شو رح تصير موجة 2 على 3 بس تحت ناقص هنا عندك 3 في x ناقص 3 الكل تربيع إذا أنا آخر خطوة اللي بيحب يشيلها ويرجيحها لجذر يعني أفضل يعني نكتب 2 2 على 3 وهنا عندك الجذر للـ 2x ناقص 1 الداخل 2 والخارج 3 وهنا طبعا ناقص 3 في x ناقص 3 قس 2 هاي هي جماعة الخير قاعدة إيش قاعدة الجذر التربيع وقاعدة القس ممتاز تعود نشوف هسا جماعة الخير قاعدة السلسلة الأصلية هذي كانت يا جماعة قاعدة السلسلة بس مش أصلية هاي إيش سلسلة أصلية يعني هسا بتشوفوا كيف شو بتحكي لك هاي القاعدة السلسلة الأصلية بتعطيكوا يا جماعة Y جواها اقتران بدلالة اليو يعني Y ورا اليساوي U جوا اليساوي وبتعطيكوا كمان اقتران U جواة X يعني U ورا اليساوي و X جوا اليساوي فهمتوا كيف اقترانين Y جواها U U U جواها X هسا لازم نكون حافظين قانونها عشان أحلها شو قانونها بيحكي لك هاي يوجد DY على DX اللي هي المشتقة قانونها يا سيد العزيز هو DY على DX تثاب DY على DU ضر DU على DX DLX أستاذ ولا فهمني شي عليك ولا أنا طلع كيف جماعة الخير يعني هون وانا جيت شطبت ال DU هاي مع ال DU شو رح ترجع المسألة DY على DX صح تمام ما سنديش أشطبهم يعني بس للتوضيح حلو فهذا القانون اللي أنا بدي أحفظه في قاعة السلسلة الأصلية هو DY على DX تساوي DY على DU ضر DY على DX شو معناته هذا الحكي معناته أنا بدي أشتق ال Y اللي جواها U هاي ال Y اللي جواها U تعالوا نشتقها مع بعض يعني بحط يساوي بفتح قص U تكعي مشتقتها ثلاثة U تربيع ناقص 2 U مشتقتها ثنين هاي نشتقيت ال Y اللي جواها U حلو شو العملية اللي بناتهم ضرب دور أشتق اليو لجواها X هاي اليو لجواها X بدي أشتقها معناته عندي ثنين نزلها عنا جذر تربيعي مشتقته اللي نحط تحت ثنين ضرب نفس الجذر ونشتق لجوا الجذر فوق اللي هو يعني واحد حلو هاي نشتقيت يا جماعة الاقتران الأول واشتقيت الاقتران الثاني يعني قاعة السلسلة هاي بتحكي لك اشتق الاقتران الأول اشتق الاقتران الثاني حط بناتهم إشارة ضرب بس تمام حلو هيني طبقتها نزلت الأول ونزلت الثاني بناتهم إشارة الضرب هسا هنا ماعطيني رقم أعوض في يعني بدي أعوض مكان كل اكس أربعة طب هاي هنا في اكس طب هنا في يو ايش بدي أعوض مكان اليو هوني جماعة في عندي أنا اليو أصلا إلها قاعدة هايها قديش اليو تساوي هي ثنين ضرب جذر الاكس فانت معاك انت معاك الاكس أربعة صح من السؤال بدك تعرف قديش اليو لازم تعوض الاكس في معادلة اليو هاي معادلة اليو اللي هي عبارة عن يو تساوي ثنين في جذر الاكس مكان الاكس ده تحط أربعة فصارت جذر الأربعة كم جذر الأربعة؟ ثنين طب وفيه ثنين بيصير بناتهم ضرب يعني ثنين ضرب بثنين بتطلع اليو كمان أربعة هسا مش شرط إذا دايما الاكس رقم معناته اليو نفس الرقم هوني جد صدفة إنهم نفس الرقم حلو؟ الاكس أربعة اليو أربعة فهسا باجي بعوض مكان كل واحدة فيهم أربعة بحط هاي ثلاث مكان اليو بدي أحط هاي أربعة تربيع ناقص ثنين حلو؟ ضرب اثنين مع اثنين بتروح هاي واحد على تحت الجذر مكان الاكس بدي أعوض أربعة أربعة تربيع اللي هي ستاش ستاش ناقص ثنين اللي هي أربعة عطاعش أربعة عطاعش في ثلاث اللي هي سيد العزيز ناقص ثمين و أربعين تمام؟ ضرب واحد على جذر الأربعة واللي هو ثمين فهاي عبارة عن نص نص لثنين و أربعين كم؟ اللي هو عبارة عن واحد و عشرين فهيك أنا بكون طلعت الحل بس باستعمال قاعدة السلسلة اللي هي بنسميها الأصلية تمام؟ كل الفكرة إنك لازم تكون حافظ القانون عشان تحلها اللي هو القانون مرة ثانية دي واي على دي اكس اللي هي المشتقة اللي بنعرفها بنحط أول إشي دي واي على دي ليو ضرب بنحط كمان مرة دي ليو على دي الاكس بتحفظ القانون و بتحله يلا نشوف كمان واحدة زيها عشان نفهم أكثر حلو عندنا هاي المسألة طلعوا يا جماعة الخير إذا كان واي جواته يو حيث يو جواتها اكس جد المشتقة عندما اكس تساوي رقم شفت واي جواها يو و يو جواها اكس طلب مشتقة اعرف إنك في قاعدة السلسلة يلا بدك تكتب القانون زي الشاطر اللي هو دي واي على دي اكس بتساوي دي واي على دي يو ضرب دي اليو على دي الاكس حلو وتساوي الواي لجوها يو هاي الواي لجواتها يو بدك تشتقها يو أس خمسة شو مشتقتها خمسة يو أس أربعة حلو زائد يو تكيب شو مشتقتها ثلاثة يو تربيع حطهم في قوس وسكرهم ضرب يلا هينو اشتقنا الواي لجوها يو هسا اليو لجوها اكس هيها يو جوها اكس عندي ثلاثة مشتقتها صفر ناقص الاربعة لانه اكس أس واحد باخذ المعامل اللي محها اللي هو أربعة فراح تصير كم هاي سالب أربعة صح حلو الان قيمة الاربعة من السؤال كم يا جماعة الخير قيمة الاربعة لجوها قيمة الاربعة لجوها طب كيف بدك تعرف اليو كم تساوي ايوة بدك تعود في معادلة اليو الأصلية اللي هي عبارة عن ثلاث ناقص الأربعة ضرب الاربعة لجوها اللي هي معنا من السؤال الثنين فأربعة في اثنين هاي الثمانية ثلاث ناقص الثمانية اللي شارط مختلفة بطرح وشارط العدد الكبير يعني تطلع سالب خمسة قيمة اليو كم طلعت سالب خمسة فهس هذول اليو راح نعوض مكانهم سالب خمسة فرح تصير خمسة في سالب خمسة أس أربعة زائد ثلاث في سالب خمسة أس اثنين والجواب كاملا ضرب سالب أربعة أتوقع أنه 12800 محلولة في الدوسية آه صح الدوسية جماعة برضو صارت موجودة وبتقدروا تأخذوها يا جماعة من رقم المنصة أو تبعتولي على رقم يبا بعتلكم إياها تسحبوها تمام يلا هنا السؤال استعمل قاعة السلسلة لإيجاد المشتقة عند القيم X المعطاة حلو طلعوا يا سيد العزيز عندنا ال Y جواها U هاي لحد هنا ما بتسكر هسا في فاصلة عندك U جواها X هايها Y جواها U U جواها X أكد على قاعة السلسلة هسا الأستاذ راح يكتب القانون DY على DX تساوي DY على DU ضرب DU على DX ما رح تفهموا هذا الدرس 100% إلا إذا فعلا مسكتوا القلم بلاشتوا تكتبوا في القانون وتحلوا في السؤال وراي بس أخلص الحصة طبعا مش هسا تمام الآن Y جواها U هايها ال Y جواها U عندنا أول إشي 3 U تربيع أضرب 2 في 3 هاي 6 U ناقص 5 U لأن U قسها 1 باخت الرقم اللي محها اللي هو 5 ال 2 صفر ما بتنكتب هاي قوس ضرب هسا ال U لجواها X هايها U جواها X X تربيع مش رقتها 2 X والسالب 1 بروح حلو كم ال X يا أستاذ ال X تساوي 2 فلما X تساوي 2 كيف بدنا نطلع قيمة U يا أستاذ ما بنعرف كيف لا سهلة مش هاي معدلت U حلو عوض جواها 2 يعني رح تيجي تحكي ل U هي أصلا X تربيع فرح تصير معاك 2 تربيع ناقص 1 2 تربيع 4 ناقص منها 1 شو الناتج الناتج يا جماعة الخير 3 حلو تمام فالU صارت 3 يلا نجح سنعوض مكان X 2 مكان U 3 فرح نجي نكتب هنا 6 قطلت U كم قيمة U 3 6 ضرب 3 ناقص 5 يلا ضرب هنا هاي 2 في كم ال X مش 3 ال X 2 حلو تمام 6 في 3 18 18 ناقص 5 واللي هي عبارة عن 13 ضرب 2 في 2 كم يا جماعة الخير 4 4 4 في 3 اللي هي عبارة عنه 1 ممتاز الجواب كم يا جماعة الخير 52 أحسنتم هاي هي قاعدة السلسل يا جماعة يلا كمان مرة هسا بدي يصير يحط لي قاعدة القوس معهم يسترب بعدين معهم هذولو كل شي بيصعبوها يخوان هي مش صعبة بس انت بدك تكون عارف القواعد اللي أخذناهم عارف قاعدة القوس كيف نعملها قاعدة الجدر كيف أعملها قاعدة السلسل الأصلية لسا حكينا عنها برضو كيف نعملها واخر شي بعملوهم مع بعض هيك ميكس يعني بتعرف ميكس يا اخوان طيب يلا عندنا واي جواها يو يو جواها اكس ننكتب القانون دي واي على دي اكس بتساوي دي واي على دي يو ضرب دي ليو على دي اكس طيب الواي جواها يو بدك تنزل هسا أولي شي الثلاث في نفس القوس واحد زائد يو تربيع تطرح من الأس واحد بيظل اثنين ضرب مشتقة لجو القوس اليو تربيع شو مشتقتها ثنين يو هاي كل لياتها بس مشتقة الواي لجواها يو هاسها بتحط ضرب دور اليو اللي جواها اكس اللي هي هايها ومشتقتها بس اثنين حلو الآن معانا الاكس واحد كيف نعرف كم اليو بسيطة ياسة بعود جواها يعني ثنين ضرب واحد ثنين ثنين نقص واحد برضا اليوم راح تعطيك واحد حلو فرح نيجي هسا نحكي هاي dy على dx هاي العصاي معناها انه اشارة التعويض يعني بدي اعوض الاكس بواحد يلا نكتب هاي ثلاث في واحد زائد واحد اللي هي ثنين ثنين تربيع اربعة ضرب ثنين ضرب واحد ثنين وكل المسألة ضرب ثنين اربعة في ثلاث هاي اتناعش اتناعش في اربعة يعني ثمانية واربين ممتاز انتهى حلها يلا اللي بعديها استعمل قاعدة السلسلة في ايجاد المشتقة حلو هاي عنا يا جماعة الخير هنا ايش مشتقة عنا y جواها u وعنا u جواها الاكس بديني استعمل قاعدة السلسلة طيب بسيطة راح اجي احكي له هسا هاي القانون dy على dx تساوي dy على دي اليو ضرب dy اليو على d للا x حلو يلا الواي لجواها u يا جماعة هي عبارة عن جذر تكعيبي ما الو قاعدة صح فلازم نفكوا على قاعدة القوس يعني باجي بحكي الواي شو بتصير ونفتح قوس الداخل واحد الخارج ثلاث وهنا نكتب يا جماعة اثنين يو زائد خمسة حلو الان وهي القوس اللي فيها بدأت تشتقها دك تنزل اول شي الواحد على ثلاث نفس القوس اللي هو ثنين يو زائد خمسة دك تطرح من قس واحد يعني واحد على ثلاث ناقص واحد كياني بطرح البسط من المقام بظل سالب اثنين على نفس المقام هاي سالب اثنين على ثلاث ضرب شو مشتقت اللي جواته اللي هو اثنين حلو هاينا خلصنا من الاولى تمام حط ليها في قوس ضرب هسنشوف الثانية اليو بجو بدلالة اكس عندي اكس تربيع هي عبارة عن اثنين اكس والاكس شو مشتقتها واحد حلو هون مش طالب تعود رقم طيب لبلاش شو نسوي العاد ما بسيري جماعة يظل اي يو في السؤال لازم كل المسألة تكون اكس حلو لانه هون في اكس فمش لازم يظل ولا يو طيب اليو ايش اصلها اكس تربيع ناقص اكس فباجي هون بنزل كل شي زي ما هو واحد اع ثلاث هاي هون اثنين بس بشطب اليو بحط قيمتها اللي هي كام اكس تربيع ناقص اكس وهون في بره ضرب اثنين قس السالب اثنين كل شي زي ما هو بنزل اثنين اكس ناقص واحد بس اللهم اني شلت اليو وحطيت مكانها هذا المقدار ممتاز يلا هاي هون في عناك من جماعة الخير سؤال واجب عنا وي تساوي هذا المقدار وي تساوي هذا المقدار بدنا نحسب المشتقة بس يا جماعة الخير ما بدنا نعوض رقم بس بنشل اليو بنعوض قيمتها حلو رح احل الحصة الجاي فحلوا انتو لحالكو تمام طيب هسه ضال علينا بس الاسئلة الكلامية ونحل المسائل بس لحليتهم رح يصير الفيديو شوي طويل لهيك بديش اخلي الحصة كثير طويلة فرح افتح كمان جزء ثالث لهذا الدرس بس مضلش اشي يعني بس هاي الفكرة والاسئلة الكلامية يعني وحل المسائل فبنحلهم ان شاء الله في الجزء القادم وبتمنى يا جماعة تكونوا استفدتوا ولا تنسوا تحلوا المسائل مرة ثانية بيديكم عشان تفهموا اكثر فبنشوفكم ان شاء الله بالجزء القادم والله يعطيكم الفعافي